موسيقى موسيقى اهلا بكم مشاهدنا الى اسبوع الصحفة والبداية بالعناوين صحيفة العرب اللندنية مأزق العملية السياسية في العراق حرب الكل ضد الكل صحيفة الغد الاردنية نقلا عن مؤسسة دولية العراقيون اكثر شعوب العالم غضبا وفي تقرير للمدى العراقية في كاركوك تفاقم استغلال الاطفال النازحين في العنف والعمالة من المقالات تدمير منارة الحدباء في الموصل المعنى والدلالة والخسارة لسيار الجميل في العربي الجديد اللندنية استقلال كردستان العراق لمنار الرشواني في الغد الاردنية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل نبدأ من عنوان صحيفة العربي الجديد وعود لعبادي بالاصلاح تتلاشى بين الازمات والاستعداد للانتخابات تقول الصحيفة وسط تحديات سياسية كبيرة وازمات متعاقبة يعيشها العراق وحالة الشد والجذب بين المؤيدين والمعارضين بقيت الاصلاحات تراوح مكانها ولم تتجاوز بعض الخطوات التي لم تحقق شيئا لتختفي بشكل كامل مع بداية مرحلة الاستعداد للانتخابات والتي تعد المرحلة الاهم بالنسبة للكتل والاحزاب السياسية التي تسعى بعضها لتحقيق منافع شخصية على حساب الشعب وكشفت مصادر حكومية رفعة في بغداد عن تقرير لمجلس الوزراء يتحدث عن ان مجموع ما تم تحقيقه من ورقة الاصلاح الحكومية التي اعلن عنها العبادي بلغ 20% فقط بدوره اكد الخبير السياسي حازم الخالدي ان العبادي اجاد بشكل كبير لعبة شد وارخاء الحبل حول عنق مفوضية الانتخابات وسحب البساط من تحت خصومه وضمن البقاء في السلطة لفترة جديدة مستغلا ازمة مفوضية الانتخابات وفي العرب اللندنية طالعنا مأزق العملية السياسية في العراق حرب الكل ضد الكل تكمل الصحيفة يعاني المشهد السياسي العراقي من ارتباك واختناقات تزيده التباسا وتعقيدا لصعوبة ادراك واقعه ويتجسد ذلك بنحو واضح في مأزق الاحزاب الشيعية الكبرى التي تبدو عاجزة عن التجدد على الرغم من مناوراتها من خلال دعواتها الى التسوية التاريخية والاغلبية السياسية وبناء تحالفات غامضة مع بعض القوى السياسية ويقول المحلل العسكري والاستراتيجي لواء هاشم السمراء في حديث للعرب اللندنية ان العائق الاكبر الذي يواجه القيادات الشيعية والسنية التقليدية على حد سواء هو ما يتعلق بخطط ميليشيات الحاشد لحكم العراق ويرى السام الرائي ان الميليشيات المرتبطة بايران تتعمد زعزعة الامن الهاش بغية تحقيق مكاسب جديدة لها تتمثل في تسلم الملف الامني ببغداد حصرا للعمل على افراغها مما تبقى من العرب السنة تنفيذا لاجندة ايرانية بدأها المالكي في ولايته الثانية ولم تستكمل لحد الان ونقلت الغد الاردني عن مؤسسة دولية قولها العراقيون اكثر شعوب العالم غضبا وجاء في الخبر بلد يسمى ابناؤه باصحاب الدم الحار الذي يغلي كرما وعطفا وتسامحا وغضبا على ابسط الامور وحسب استطلاع اللي رأي نفذته مؤسسة جالوب الدولية تبين ان شعب العراق الذي يمر في ظروف عصيبة حاليا منذ سنوات من اكثر شعوب العالم غضبا بين اكثر من مائة واثنتين واربعين دولة واظهر الاستطلاع ان تسعا واربعين في المائة من العراقيين اعربوا عن مشاعر الغضب ليحتلوا المرتبة الاولى في استطلاع الدول التي تعتبر شعوبها غاضبة وكشفت مؤسسة جالوب ان العراق حل اولا خمس مرات على التوالي في قائمة اكثر الدول التي عاش مواطنوها تجارب سلبية بالنظر الى وضع المعيشة والمشاكل بالتزامن مع انعدام استمرار توفر الطاقة الكهربائية وتفشي الفساد وعنونت المشرق العراقية بسبب حم التجريف بعقوبة بدون بساتين بعد سنوات معدودة اذ توقع رئيس مجلس محافظة ديالة علي الدائني خلوة مدينة بعقوبة من بساتينها الجميلة بعد سنوات معدودة بسبب حم التجريف التي بلغت مستويات غير مسبوقة مشيرا الى ان المدينة تواجه كارثة بيئية وتشويها لمفهوم تخطيط المدن فضلا عن التهديد الامني وقال الدائني ان بعقوبة فقدت بعد العام 2003 مساحات شاسعة من بساتينها الجميلة التي تمتد لعقود طويلة بسبب عوامل متعددة ابرزها عمليات التجريف والاهمال بعدما اصبحت البستنة قطاعا خاسرا معتبرا ما يحدث كارثة بيئية لها انعكاسات في اتجاهات مختلفة وفي تقرير للمدى العراقية كاركوك تفاقم استغلال الاطفال النازحين في العنف والعمالة يقول التقرير بين المرصد العراقي لحقوق الانسان عمالة الاطفال النازحين في محافظة كاركوك وان هناك المئات من الاطفال يعملون في الاسواق البحلية وذلك بسبب ظروف المعيشية الصعبة للعوائل النازحة وكشف المرصد في تقريره عن استغلال وعنف واضطهاد يمارس ضد الاطفال الذين اجبروا قسريا للعمل في الاسواق بسبب ظروف عوائلهم المادية الصعبة واشار المرصد العراقي لحقوق الانسان الى ان المادة التاسعة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل تمنح الطفل حق الحماية من اساءة المعاملة والاهمال دون تمييز كما ان الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يؤكد ضرورة حماية الاطفال والاشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وتقول سجا غيلان وهي ناشطة في مجال حقوق الطفل من مدينة كاركوك ان ظاهرة عمالة الاطفال تفاقمت ضمن صفوف النازحين والسبب يكمن في عدم تمكن الاسر من توفير مصروف يومي لقوتها مما يدفعها الى الزج باطفالها للعمل في سوق العمل اما الان فننقلكم مشاهدين الى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم في زاوية مقالات نقرأ لسيار الجميل في صحيفة العربية الجديد اللندنية تدمير منارة الحدباء في الموصل المعنى والدلالة والخسارة يقول الجميل تعد منارة الحدباء رمزا تاريخيا وحضاريا لمدينة الموصل اذ لم تكن مئذنة دينية عادية فقط بل تعد من اشهر منارات العالم الاسلامي قاطبة ويعتز بها الموصليون اعتزازا شديدا وكانوا قد ورثوها عن آبائهم واجدادهم منذ القدم وبعد مئات السنين تزول هذه المنارة الاعلى في العالم الاسلامي ويخلص الجميل الى القول يمكن القول ان المستقبل سيكشف اوراقا خفية عما جرى في تلك اللحظات الصعبة وستتضح الصورة الحقيقية للجريمة وعن الفاعل وما صلته بجماعات معينة او دولة ما او جهات لها مصلحة حقيقية في سحق الموصل ورموزها التاريخية والحضارية ونقرأ لمنار الرشواني في الغد الاردنية استقلال كردستان العراق يقول الرشواني الاستفتاء لا يعني ان يعلن شعب كردستان دولته فور ظهور النتائج بل يعني ان يعرف الجميع ما الذي يريده شعب كردستان لمستقبله وكيف سيختار مصيره ويضيف الرشواني كل المعطيات المتاحة تؤكد ان استقلال كردستان العراق لن يكون استثناء ايضا في نتائجه الكارثية على كل عمليات الانفصال والتقسيم المنجزة او قيد التنفيذ في بلدان اخرى في الشرق الاوسط وكتب محمد الربيعي في المدى العراقية الغش آفة النظام التعليمي يقول الربيعي يعاني النظام التربوي والعراقي من مشاكل هائلة وعزمات قاتلة وهو ما يتسق مع حالة البلد السيئة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ويتساءل الكاتب هل يمكن للمجتمع ان يثق بالغشاش لتأدية اي وظيفة سياسية او اجتماعية او اقتصادية او تربوية وهل يمكن لهذا المجتمع ان يتطور ويتقدم وان لا تغزوه الازمات ويعم فيه الفساد مشاهدنا سيكون معنا بعد الفاصل الكاتب الصحفي صبيح القشطيني للحديث عن محاول هذه الحلقة ولكن بعد فاصل قصير اهلا بكم مشاهدينا من جديد ارحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي صبيح القشطيني مرحبا بك سيد صبيح المسهل سيد صبيح تناولنا في محاور هذه الحلقة موضوع في العرب اللندنية مأزق العملية السياسية في العراق حرب الكل ضد الكل تذكر الصحيفة ان المشهد السياسي العراقي يعاني من ارتباك واختناقات وتبدو احزاب السلطة عاجزة عن التجدد على الرغم من مناوراتها من خلال دعواتها الى التسوية التاريخية والاغلبية السياسية وبناء تحالفات غامضة مع بعض القوى السياسية برأيك سيد صبيح كيف تستطيع هذه الاحزاب المتناحرة على السلطة من تسير المرحلة المقبلة والتي ثبت انهم فشلوا فيها بعد عام 2003 بالحقيقة هي الاحزاب السياسية والوجوه السياسية لم تتغير منذ العام 2003 ولغاية هذا اليوم حتى التكتلات السياسية الاخيرة التي اعلن عنها سواء تكتل سني او تكتل شيعي ترتيب البيت السني او ترتيب البيت الشيعي هي تكتلات وكتل وشخوص نفس الشخوص الذي كنا نشاهدهم منذ عام 2003 ولغاية هذا اليوم والجميع ينادي بالدستور والجميع ينادي بحرية وتوفير الخدمات للمواطن نفس الشعارات نفس الوجوه نفس الشخوص بالاضافة الى ان هذه التكتلات لا تستطيع المضي بطريق الاصلاح لسبب انه الشعب العراقي ادرك خطأه سواء في الانتخابات الاولى والانتخابات الثانية والانتخابات الثالثة ترى الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون لمقاطعة الانتخابات او المشاركة بالانتخابات من اجل التغيير ولكن تغيير انتخاب من يجب ايجاد تكتل سياسي جديد او مشروع جديد يكون جامع للقوة الوطنية جامع للقوة الوطنية من الشمال الى الجنوب مشروع عليها ان يكون جامع لجميع الاطراف جميع الافكار ولكن يجب ان يكون هذا المشروع هو مع وحدة العراق ضد تقسيم العراق ضد التدخلات الخارجية ضد المشاريع الطائفية سواء لتقسيم البلاد الى اقاليم يعني يجب ايجاد مشروع وطني عراقي حقيقي قادر على انقاذ العراق في المرحلة القادمة ربما لتصحيح مسار العملية السياسية ولكن الكتل السياسية الحالية غير قادرة وعاجزة عن ايجاد شخصية جديدة تمثلها في الانتخابات نرى شخصيات منذ العام 2003 تتكرر علينا كان رئيس مجلس نواب حول الى وزير وبعدها حول الى ناب رئيس جمهوري وبعدها يعني حتى محافظ محافظ يخرج من المنصب يتحول الى سفير او سفير يخرج من المنصب يتحول الى مستشفر نفس الاشخاص شطرنج مجرد تحريك شطرنج ولكن لا يموت حد فيهم يموت الشعب السياسي لا يموت صدفة غريبة السياسي لا يموت يموت الشعب يتحرك بالمناصب والمنافع تتحرك لهم حتى بعض السياسيين يعني هناك مشكلة الآن حاليا هي مشكلة قانون سجناء رفحاء يعني شخص مواليد 2002 يأخذ راتب سجين سياسي ويأخذ راتب متقاعد يعني حتى أصبحت نقطة في الشارع العراقي تزوج رفحاوية وتحصل عالمية مليون يعني راتب المتقاعد الرفحاوي 80 مليون والمتقاعد العراقي سواء أستاذ أو عالم لا يتجاوز الألف دولار يعني هناك أمور يجب أن يقوم السياسيين على تعديلها وإلا سوف يتعدلوا بإرادة الشعب نعم نقلت صحيفة الغد الأردنية عن مؤسسة دولية قولها العراقيون أكثر شعوب العالم غضبا الصحيفة تبين هنا الاستطلاع الذي يعني نفذته مؤسسة قلب الدولية تقول أن شعب العراق يمر بظروف عصيبة وهو أكثر شعوب العالم غضبا أرجعت مؤسسة قلب ذلك إلى مؤشر العراق السلبي إلى انعدام استمرار توفر الطاقة الكهربائية وتفشي الفساد برأيك سيد صبيح هذا الاستطلاع الذي أعلنته مؤسسة قلب الدولية حول المؤشر الفساد السلبي في العراق برأيك هل جاء بحقائق تؤكد الواقع الذي يعيشه العراقيون الآن؟ بالتأكيد يعني هاي مؤسسة دولية رصينة في السابق نشرت تقرير لها وأحصائي أنه من أكثر شعوب العالم كرما هو الشعب العراقي الآن غضبا الغضب هي امتزجت بالغيرة الغيرة لدى المواطن العراقي معروفة منذ الأزل المواطن العراقي غيرته وتدفعه إلى العصبية وإلى الانفعال وإلى الغضب بسرعة بالإضافة إلى الأوضاع الحالية التي يعيشها المواطن العراقي خصوصا في الداخل عدم توفر الطاقة الكهربائية عدم توفر الماء الصالح للشرب ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى الفساد المستشري الخدمات الشوارع الخدمات الصحية جميع الخدمات فيها شح وفيها نقص وفيها فساد الفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة بناء على المحققين الدوليين الذين ذكروا في تقارنه أن الفساد مستشرف في جميع مؤسسات الدولة حتى أن هذا الفساد جعل المواطن العراقي ينتفض على هذه العمليات وخرجت تواهرات عديدة المطالبة بالإصلاحات المطالبة بتحقيق مطالب الشعب البسيطة التي هي توفير الخدمات من ماء وكهرباء بالإضافة إلى أن موضوع الفساد صحيفة الاندبنت البريطانية ذكرت في تقرير جديد لها أن القوات العسكرية في مدينة الموصل باتت تقتل أسرى داعش ولا تسلمهم إلى الحكومة العراقية خوفا من عمليات فساد ورشوة قد تقدم إلى بعض المراتب والضباط والمسؤولين ويتم بعدها إخراج عناصر وقادة لتنظيم داعش كما حدث في الفترة السابقة أيضا صحيفة المدى العراقية نشرت تقرير بعنوان في كاركوك تفاقم استغلال الأطفال النازحين في العنف والعمالة تقول الصحيفة بيّن المرصد العراقي لحقوق الإنسان عمالة الأطفال النازحين في محافظة كاركوك وأن هناك المئات من الأطفال يعملون في الأسواق المحلية وذلك بسبب ظروف المعيشية الصعبة للعوائل النازحة المرصد أيضا يكشف في تقريره عن استغلال وعنف واضطهاد يمارس ضد الأطفال الذين أجبروا قسريا للعمل تقول سجا قيلان وهي ناشطة في مجال حقوق الطفل من مدينة كاركوك تقول إن ظاهرة عمالة الأطفال تفاقمت في هذه المرحلة ضمن صفوف النازحين والسبب يكمن في عدم تمكن الأسر من توفير مصروف يومي لها مما يدفعها إلى الزج بأطفالها للعمل في سوق العمل إذن سيد صبح أين الحديث الدائم من الحكومة حول توفير احتياجات النازحة بالحقيقة هي عمالة الأطفال موجودة منذ القدم ولكن في الوقت الحالي وفي استمرار الحروب والمعارك والعمليات العسكرية ازدادت عمالة الأطفال وذلك بسبب ارتفاع عدد الأرامل والأيتام يعني الكثير من العوائل فقدت المعيلها فتجد طفل بعمر صغير ينزل إلى الشارع للعمل سواء في الأسواق أو في محلات وهذا ما ترفضه منظمات دولية منظمات دولية أزمة النازحين وقضية النازحين لا تستطيع أي حكومة لا تستطيع أي حكومة أنقاذ النازحين من مواقعهم المأساوي حقيقة أنا قبل فترة كنت في مخيم الخازر للنازحين والله لم أستطع أكمال تقرير لأني بكيت من شدة المشهد الذي رأيته هناك كبار سن صغار يتسابقون على الطعام يعني مناظر مأساوية مهما تأتي بمساعدات سواء دولية أو عراقية هناك فساد الفساد يتم سرقة بعض هذه المساعدات البعض لا نقول الكثير ستم سرقة البعض لا تكفي لتغطية حاجات النازحين كاملة هناك أسر فقدت المعيل فيضطر بعض الأطفال إلى النزول للشارع للعمل هناك بعض ضعاف النفوس يستغلونهم للعمل ويستغلونهم جنسيا يعني هناك الكثير من الحالات التي حدثت حالات اختصاب لأطفال لفتيات ليس فقط للنازحين هناك مؤشر يعني بسبب الفساد المستشري في العراق بالوقت الحالي بسبب التدخلات بسبب الهدية الكبيرة التي تقدمها إيران للعراق وهي المخدرات تعاطي المخدرات أكثر من جري ما حدثت شخص يعتدي ويختصب طفله شخص يعتدي ويختصب طفل يعني هذه الجرائم يعني يوميا باتت هذه انتشرت في جنوب يعني داعش ليس فقط هو المقاتل الذي يتواجد داعش المخدرات داعش الفساد هذا أخطر من داعش الموجود حاليا اللي هو يجب تنظيف المجتمع العراقي والسيطرة على بناء جيل جديد والحفاظ على الجيل العراقي خصوصا عدم زجهم في عسكرة المجتمع هناك بعض الميليشيات تقوم بتجنيد الأطفال وتسليحهم وزجهم في المعارك نرى أيضا تنظيم داعش قام بزج الأطفال في هذه المعارك والعمليات الانتحارية يعني هذه كارثة حقيقية هيومان رايتس ووتش ذكرت في تقريرها أن الأطفال في العراق معارضين في الخطر يونسيف أكدت أن هناك ملايين الأطفال بحاجة إلى مساعدات عاجلة يجب الالتفات إلى الأطفال لبناء جيل جديد يساعد على النهوض بواقع العراق سيد صبيح في محورنا الأخير في زاوية مقالات قرأنا لسيار الجميل في صحيفة العربي الجديد اللندنية تدمير منارة الحدباء في الموصل المعنى والدلالة والخسارة يقول الجميل بعد أن استعرض تاريخية ورمزية الموصل ومنارتها الحدباء يقول أن المستقبل سيكشف أوراقا خفية وستتضح الصورة الحقيقية للجهات التي لها مصلحة حقيقية في سحق الموصل ورموزها التاريخية والحضارية هل تتوافق مع ما قاله الكاتب؟ بالتأكيد هناك أياد خفية ولكن نفذت بشخصيات معروفة سعد وتسعى إلى تدمير الموصل لا ننكر أن العمليات العسكرية والقصف العشوائي أدى إلى تدمير مناطق واسعة في الموصل بالإضافة إلى أن قيام تنظيم داعش بتفجير بعض المراقد والمنتاحف وتجريف الآثار هذه أيضا جريمة لا يمكن التغاضي عنها الجميع اشترك بتدمير مدينة الموصل دمرت لأسباب كثيرة أسباب تاريخية قريبة التي هي معظم سكانها ومعظم ناسها من الضباط العراقيين الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية بالإضافة إلى أن المأذنة التاريخية الحدباء والشخصية التاريخية المعروفة النور الدين الزنكي الذي قام بتشييدها هذه الأمور يسعى البعض لتدمير هذه الحضارة يسعى البعض لتدمير حضارة العراق ليس فقط جهات عراقية وشخصيات عراقية هناك جهات دولية تسعى لتخريب الحضارة العراقية جهات تسعى لتدمير كل شيء جميل في العراق من المغجل والمعيب أن نسافر إلى دولة خارجية نرى الآثار العراقية لا نراها في العراق المتحف العراقي يفتقر للتحف والآثار العراقية تسافر إلى دول خارجية تجد الآثار العراقية يوم تحتفظين بها وصينها قبل فترة كنت في أحد المتاحف وشاهدت الآثار العراقية والله وقفت وقلت الحمد لله والشكر أنه موجودة ومحافظين عليها لو كانت بالعراق لو سرقت لو تم تفجيرها وتدميرها إذن تدمير الموصل متعمد وكما قال عنه البعض بأنه كهيروشيما القرن الواحد والعشرين أصفها بأكثر من هيروشيما أكثر من هيروشيما يعني المدينة القديمة دمرت وتدمر بشكل كبير بسبب القصف وبسبب الألغام المزروعة والعبوات الناسفة بسبب السيارات المفخخة البرامير المتفجرة يعني أكثر من هيروشيما وربما يعني لا أعرف كيف سيتم إعادة أعمار هذه المدينة التي يجب أن تصنف بأنها أكثر من منكوبة يعني بالحقيقة أكثر من منكوبة الدمار الذي حدث في الموصل لا يمكن تخيله يعني بعض الصور التي انتشرت كتب عليها ناشطون أنه كنا نتصور أنها من فيلم الرسالة ولكنهم نازحون من الموصل يعني دمارها الدمار للبشر ودمار للحجر إذن نختم بهذا في ختم لقاء سيد صبيح القشطيني أشكرك الشكر جزيلا الله أحفظك شكرا جزيلا مشاهدينا كان معنا الكاتب الصحفي صبيح القشطيني في هذا اللقاء حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر